اشتركوا في القناة استعدنا هذا انخراط منا كل حزب موجود باش يشارك في تدبير احنا ساعدنا هاد الاراضة ديال الناخيب باش تجسد على ارض الواقع هذا من اهم اهم الاسباب انك تفاعل مع الشارع حيث تقدم الشركية ماذا عن اليسار احزاب اليسار الاخرى تمتلكون لها مشروعا اعتقد انه ما حدث في هذه المحطة الانتخابية بمناسبة ان حيو احزاب اليسار لشركات في هذه المحطة الانتخابية واعتقد ان النتائج ولا تقييم بعد ما غير انتهي المسلسل غادي يكون بالفعل غاستخلصوا الدرس ونتمنى ان تكون محطة ومناسبة لكي ينهض اليسار من جديد احنا مستعدين مدوية الديناء للجميع في اطار اليسار في اطار رؤية موحدة بعيدا عن المشاريع الاخرى التي ساسبقها وبغيتها بهذه المناسبة نشكر المواطنات والمواطنين لصوته لحزب تقدم الشركية ونحيي للمنتخبين ديالنا سواء الفائزين او المرشحين جميع المرشحين وحتى كل مناضرات المناضرين اللي ساهموا في حملة انتخابية نظيفة جسدت بان حزب تقدم الشركية هو حزب يمارس السياسية بمسؤولية ممارسة سليمة ممارسة سلساوية ممارسة نظيفة سلوك سياسي نظيف خطب سياسي نظيف عبرنا بالفعل باننا حزب حزب ديال المعقول وحزب ديال الكلمة ترجمة نانسي قنقر شكرا